السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية اكتشاف التكرارات بين جدولين منفصلين وعرضها في جدول منفصل بحيث يكون جدول التكرارات ديناميكي تزامني أي أنه عند ظهور أي بيانات متطابقة جديدة يتم إظهارها في الجدول والعكس لو تم حذف البيانات المتطابقة من أحد الجدولين يتم إزالتها من جدول البيانات المتكررة وذلك باستخدام أداة باور كويري عندنا هذا المثال لجدولين الجدول الأول هو جدول لترقيات الموظفين للعام 22 والجدول الثاني ترقيات الموظفين للعام 21 في هذا المكان موجود جدول ديناميكي تزامني للأسماء المتكررة الموجودة في كل الجدولين مثلا لو قمنا بنسخ هذه الأسماء والذهاب إلى الجدول التالي ولسكها في أسفل الجدول بهذا الشكل لأنه ذهبنا إلى جدول البيانات المتكررة وضغطنا بزر الأيمن للماوس واخترنا Refresh يتم إظهار الأسماء الموجودة في كل الجدولين في هذا الجدول نفس الشيء لو ذهبنا إلى هذا المكان واخترنا مثلا هذه الأسماء ومراسقناها في الجدول الآخر بهذا الشكل ثم قمنا بتحديث هذا الجدول يتم إظهار البيانات المتكررة الجديدة في جدول الأسماء المتكررة نبدأ على بركة الله عندنا هذين الجدولين الجدول الأول خاص بترقيات العام 22 والجدول الثاني خاص بترقيات العام 21 يحتوي كل جدول على عمود الرقم الوظيفي الخاص بكل موظف وهو رقم فريد وغير متكرر ثم عمود اسم الموظف ثم المسمى الوظيفي ثم الفرع الخطوة الأولى نقوم بتحويل نطاق هذه الخلايا إلى جدول وذلك من خلال الضغط على Ctrl T ثم نضغط على OK بذلك تم تحويل نطاق هذه الخلايا إلى جدول نقوم بالضغط على أي خلية داخل الجدول ثم نذهب إلى تبويب Table Design ثم نذهب إلى مجموعة بروبرتز ونقوم بتغيير اسم الجدول إلى ترقيات 2022 طبعا بدون مسافة ثم نضغط على Enter بذلك تم تسمية الجدول ثم نقوم بتكرار العملية على جدول ترقيات 2021 نقوم بالنقر على أي خلية داخل نطاق الخلايا ثم نضغط على Ctrl T ثم OK ثم نذهب إلى علامة تبويب Table Design ونقوم بتغيير اسم الجدول إلى ترقيات 2021 طبعا بدون مسافة ثم نضغط على Enter بذلك تم تحويل نطاق الخلايا إلى جدول وإعادة تسميته الخطوة التالية نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب Data ومن مجموعة Get and Transform Data نذهب إلى رمز From Table Range ونقوم بالضغط عليه يتم فتح شاشة Power Query Editor وفي الأسفل تلاحظ أنه تم عرض بيانات الجدول في هذا المكان تلاحظ وجود اسم هذا الجدول والذي قمنا بإدراجه قبل قليل ترقيات 2022 نقوم بالذهاب إلى Close and Load ونقوم باختيار Close and Load To تم بثق لنا هذه النافذة نختار Only Create Connection ثم نضغط على OK تلاحظ أنه تم عمل اتصال ثم نقوم بتكرار العملية في جدول ترقيات 2021 نقوم بالضغط على أي خلية داخل الجدول ثم نذهب إلى علامة تبويب Data ومجموعة Get and Transform Data نختار From Table Range يتم فتح نافذة Power Query Editor نذهب إلى Close and Load ونختار Close and Load To ثم نختار Only Create Connection ثم نضغط على OK تلك تم عمل Query واتصال الخطوة التالية نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب Data ومجموعة Get and Transform Data نذهب إلى Get Data ونختار Combine Queries ثم نختار Merge تلاحظ ظهور نافذة Merge في القائمة المنسدلة الأولى نقوم باختيار الجدول الأول وفي القائمة المنسدلة الثانية نقوم باختيار الجدول الثاني في الأسفل نقوم باختيار نوع العلاقة في حالتنا هذه نوع العلاقة Inner Only Matching Rose يتم إظهار فقط القيم الموجودة في كلا الجدولين العلاقة Inner Join هي أحد أدوات الرابط في قواعد البيانات لنفترض أن الدائرة الأولى تمثل جدول ترقيات 2021 والدائرة الثانية تمثل جدول ترقيات 2022 في حال كان هناك بيانات متكررة بين الجدولين يكون هناك تقاطع ما بين هذين الجدولين لو أردنا أن نظهر ونرجع فقط البيانات المتكررة بين جدولين نختار العلاقة Inner Join الآن مطلوب أن نقوم بوضع الأعمدة المشتركة في حالتنا هذه الأعمدة المشتركة هي الرقم الوظيفي الخاص بكل موظف في حال عدم وجود الرقم الوظيفي تستطيع أن تضع اسم الموظف ثم نضغط على OK يتم فتح نافذة Power Require Editor تلاحظ أنه تم إظهار الأسماء المتكررة في كلا الجدولين هذه البيانات خاصة بالجدول الأول جدول ترقيات 2021 المتكررة مع جدول أو التابل الخاص بترقيات العام 2022 لأنه ضغطنا مثلا زياد أحمد لو ضغطنا على زر تابل تلاحظ وجود البيانات الموجودة في جدول ترقيات 22 مقابل صف زياد أحمد في جدول ترقيات 2021 لأنه وردنا إظهار كامل البيانات الخاصة بجدول ترقيات 2022 نذهب إلى هذا الرمز رمز التوسيع نضغط عليه ثم نضغط على OK يتم إظهار كامل البيانات جدول 2022 بجوار جدول ترقيات 2021 نذهب إلى عمود الرقم الوظيفي ونضغط عليه ثم اسم الموظف ثم المسمى الوظيفي ثم الفرع ثم نضغط بالزر الإيمان للماوس ونختار ونختار remove other columns تلاحظ أنه تم الابقاء على هذه الأعمدة واستثناء وحذف باقي الأعمدة نقوم بتسمية هذا الجدول مدى المرج نقوم بتسميته الأسماء المتكررة ثم نذهب إلى close and load ونختار close and load to نختار المكان الذي نريد أن نضع فيه الأسماء المتكررة نختار table ثم existing worksheet ثم نذهب إلى جدول ترقيات 2022 ونقوم بوضع المكان الذي نريد أن نضع فيه الجدول ثم نضغط على ok تلاحظ أنه تم إظهار الأسماء المتكررة في كلا الجدولين في هذا المكان نعم مثلا لو أخذنا هذا الاسم وقمنا بلسقه في الجدول الآخر وذهبنا إلى جدول الأسماء المتكررة وقمنا بالضغط بالزر الإيمان للماس واختيار refresh يتم إظهار هذا الاسم في الأسماء المتكررة نفس الشيء لو ذهبنا إلى جدول الآخر وقمنا بنسخ مجموعة من الأسماء وقمنا بلسقها في الجدول الثاني قمنا بتحديث جدول الأسماء المتكررة يتم إظهار هذه الأسماء في جدول الأسماء المتكررة أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته